أتكلم على الجزء التاريخي والأهلي بمن حضر والجزئية المتعلقة بالأهلي لما بيواجه بعض الفرق وبيتعثر في بعض اللقاءات التاريخ بيقول إيه؟ التعثر ده بيبقى لفترة ولكن لا يمتد لأنه ما فيهش فريق في إفريقيا بيقدر يعمل اسم أو مكان على الأهلي لفترة طويلة وبيقدر الأهلي بيفرض اسمه ومكانته على كل الأنداء الإفريقية التاريخ بيقول كده والحاضر اللي احنا فيه بيقول كده ويعني مش هروح بعيد بص على التاريخ من 2017 إلى 2023 ونت تتلاقي الأهلي في السبع نهائيات وصل ست مرات وإن شاء الله التتويج المراضي هيكون التالت في أقل من حوالي ست سبع سنين كالأرقام التاريخية والإنجازات التي حققت قبل كده في عهد الجيل الزهبي طيب عايز أتكلم على الوداد ولكن بمعلامات مهمة جدا يمكن حارس المرمى يوسف المطيع حارس يعني بنتكلم في حوالي 29 سنة هذا الحارس كان على وشك الاعتزال يعني لم يكن موفق في فترة من الفترات في مركز حراسة المرمى وكان على وشك الاعتزال ولكن جاءت إصابة الحارس الأساسي صاحب الخبرات أحمد رضا التكناوتي أن يتدي الفرصة ليوسف المطيع أنه يبرز نفسه من تاني على ساحة القرى المغربية وتقلق في لقاء سينبا ولقاء سانداونز وكان ليه دور كبير جدا في تأهل الوداد إلى المباراة النهائية لعب مهم جدا اسمه عبدالله حيمود يمكن هذا اللعب يمكن تعرض لألام في الزائدة الدودية وأجرع عملية جراحية صباح اليوم في أحدى مستشفيات القاهرة ألف مليون سلام عليه نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله ولكن على المستوى الفني صعب أن يلعب مباراة الغد ولقاء الإياب في المغرب هذا اللعب تحديدا هو بيرتدي التي شيرت لقم 13 وموليد 2001 عبدالله حيمود موليد 2001 نتحدث عن اللعب صغير السن عنده 22 سنة ولكن هذا اللعب لعب في دور أرطال إفريقيا السنة مع الوداد 10 مباراة يعني يعتبر رابع لعب في ترتيب المشاركة مع اللعبين الكبار اللي شاركوا السنة مع الوداد معدل مشاركاته لا تتعدى 450 دقيقة ولكن في التوقيت اللي بيشارك فيه مؤثر جدا في خط وسط الوداد ولكن مين بقى أبرز لعب الوداد اللي بيشاركوا بشكل أساسي وليهم أكبر قدر من نسبة المشاركة خلال هذه البطولة مع فريق الوداد لو نروح لكابتن الفريق يحيى جبران موليد 91 يعني عنده 32 سنة يحيى جبران السنة يلعب مع الوداد الـ 12 مباراة لعب كل المباراة مع الوداد الرياضي المغربي لدرجة كمان نسبة مشاركته بتتخطل حوالي 1100 دقيقة عنده نسبة مشاركة عالية جدا مع الوداد يحيى جبران كابتن الفريق هو كثير الانذارات حصل على انذارين من قبل ولكن في نفس الوقت هو لعب هداف أحرص ثلاث أهداف مع الوداد في مشواره في دور أبطال إفريقيا ولعب طبعا بيلعب في مركز الوسط المدافع ولكن في لعب آخر لا يقل أهمية عن يحيى جبران وهو اللاعب الكنغولي أرسن زولا هذا اللاعب موليد 97 عنده 26 سنة لعب مع الوداد هذا العام الـ 12 مباراة كل المباراة كان متواجد فيها في خط دفاع نادي الوداد ونسبة مشاركاته تقترب من حوالي 1000 دقيقة أحرص هدف واحد طوال البطولة ومعدل انذاراته قليل جدا بالمقارنة بمركزه كلاعب في المركز المساق وفي قلب الدفاع دي أبرز حاجات متعلقة بنسبة المشاركة لعدد من اللاعبين يعني عبدالله الحيمود ثم كمان يحيى جبران وأرسن زولا طبعا اللاعب السنغالي صامبو موليد 98 عنده 25 سنة السنة دي لعب حوالي 11 مباراة أيضا داخل في الترتيب رقم 3 بعد يحيى جبران وأرسن زولا ومعدل المشاركة بالنسبة له تتخطط 900 دقيقة نسبة أهدافه سبع أهداف لصامبو المهاجم السنغالي لنادي الوداد ودي نسبة كبيرة جدا لمهاجم في أول سنة بينضم فيها مع نادي الوداد دي كانت إطلالة سريعة كده على أبرز اللاعبين ونسبة مشاركتهم معرض المباراة اللي شاركوها والغياب المؤثر لعبدالله حيمود اللي هيكون أو مش هيكون في وسط ملعب الفريف في مباراة الغد واللي كان أحد اللاعبة المؤثرة بشكل كبير جدا في لقاء سنداونز ألف مليون سلام علينا تمنالوا بالتأكيد الشفاء العاجل خلال الفترة اللي جاي